السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أولى فيديوهاتنا عن الاقتصاد والتداول في العملات الرقمية سعيد جدا باللقاء معكم من جديد طبعا سوف أقوم بالتكلم اليوم عن الشيباء ومدى إمكانية وصول إلى واحد سنت وأكثر كما ترون أمامكم هذه عملة الدجوكوين الذي تصارع منذ عام 2009 أي حوالي 14 سنة وهي في هذا المجال مجال الاستثمار في العملات الرقمية وقد لقى سعرها تقلب كبير جدا جدا حيث لو نلاحظ اليوم وصلت بسعر اليوم إلى حوالي 7 سنت الدجوكوين اليوم 7 سنت وخلال تقلباتها السعرية السابقة أدنى مستوى وصلت له هو الزيرو بوينت أربعة زيرو ثمانية سبعة هذا أدنى أدنى مستوى سعري للدجوكوين وكان حينها الحيتان على معرفة بذلك وقاموا بشراء العملة بشكل مكثف جدا وهذا عدد المتابعات في التويتر طبعا سوف تشاهدون الرقم الآن الذي هو أمامكم سوف تشاهدوها الآن زيرو بوينت أربعة أصفار ثمانية سبعة هذا هو أمامكم في هذا الوقت وهذا الرقم مشابه للرقم التي مقارنة بالشيبة القمة التاريخية التي وصلت له الشيبة يعني من عام 2015 إلى عام 2021 يعني ست سنين صعد إلى 75 سنت فما هو الفرق بين الدجوكوين والشيبة بل أنا أعتقد أن الشيبة لها مقومات أكثر من الدجوكوين هذا يعني أننا إن شاء الله بعد ست سنوات سوف نشاهد الشيبة إن شاء الله مرتبة الواحد سنت ويمكن الأكثر من الواحد سنت طبعا هذه مجرد نصيحة لا أقل ولا أكثر يعني في قرار الاستثمار يعني عائد لكم أنتم أيها المتابعين الكرام ولكني أنصح خاصة للإخوة اليمنيين أن يبدأوا بشراء الشيبة حتى ولو بمبالغ زهيدة يعني اشتري بعشرين دولار وخليها هناك للزمن قد ممكن تصبح ممكن تصبح العشرين الدولار هذا في يوم من الأيام مبلغ يجعلك تعيش ملك لم لا فمن خلال المقارنة مع أسعار الدجوكوين التي وصلت إليها أو أسعار الشيبة الحالية هناك تشابه وتقبلوا تحياتي ولا تنسوا لايك للفيديو والسلام عليكم